السلام. أنا إبراهيم رمزت وهذا فيديو أسئلة وأجوبة. رأيكم أضعوا إصباتكم هنا. وصلنا 700 ألف على اليوتيوب. شكراً كثيراً لكم. طبعاً عملوا لايك وسبسكرايب وكل هذه الأشياء. انسيت كيف يعملوا فيديوها الطويلة. أضع لكم بوكس الأسئلة والأجوبة على الإنستغرام. وكمان أضع لكم على اليوتيوب كبوست. فجمعت بعض الأسئلة. سأجاوب عليها واحدة وراء واحدة. لكن بالأول سأجاوب على بعض الأسئلة المكررة. إسمي إبراهيم رمزت. أنا من سوريا. انتقلت على الإمارات عندما كان عامري ثلاثة سنين وعشت في الإمارات طول حياتي. وانتقلت بعدين على كندا. صار لي سنتين بكندا. وصار لي عشر سنين نباتي. هاي حكيتها بنصف الفيديو. بس سأضعها بأول الفيديو. عامري ثمانوثلاثين سنة. وماذا كمان سألتوني؟ درست جامعة في جامعة دبي. كومبيوتين ان انفورميشن سيستمز. يا إلهي. كنا راح ننسي السادي. أتوقع هذه الأسئلة البرج لا أحب أقول بالأبراج يعني خلص لا أحكي البرج وصراحة أحسس الأسئلة هيك تقيلة شوية وفي أسئلة خفيفة سأقصرها سأجاوب عليها كلها بهذا الفيديو عايش مع أهلك أو لوحدي لوحدي بتعمل إيه وبتحس بإيه لما تعدي من جنب مطعم وتشم ريحة الشاورمة شو بعمل لما بكون أنا ماشي لأ مو هيك بيمشو ماشي وجنب مطعم مرق علي مطعم وشميت ريحة الشاورمة يعني هيك سيخ الشاورمة كان هيك مرتب وهم سأسأسأوا وكل شيء الأمور تمام وأنا شميت ريحة الشاورمة شو بعمل بمشي بيجي المطعم بشوفه بكمل ماشي ببساطة شو سر جودة فيديوهاتك أنا سر جودة فيديوهاتك وشو الأدوات اللي بتستخدمها للتصوير واللورانج صراحة اليوم لأنه حابب كنت أسهل الموضوع فعم صور بالموبايل وبمنتج بالكمبيوتر وباستخدم دائما ميكروفون خارجي يعني ما باستخدم الميكروفون الموجود على الموبايل وهذا أصلا ميكروفون دائما موصول بال عم يسجل دائما موصول بال بالكمبيوتر موبايل آيفون المونتاج بعمل المونتاج على البريمير وكاب كات يمكن هذا أعمله على الكاب كات أتوقع هاي وضاءة يعني ليد لايت وحابب بحكي بأكتر بهذا الموضوع شوفوا صندوق الوصف لأنه عندي كورس كيف تعمل فيديوهات الطبخ بالموبايل كيف تصور بالموبايل ونفسي أعمل كورس لصناعة المحتوى بشكل أكبر وأعمق تجربة يغيرتك الله يعني هذا من الأسئلة العميقة تجربة يغيرتك بعد السفر يعني الواحد هو بس يسافر بيكتشف أشياء كثيرة بيشوف أشياء ما تنحكي عنا بالأخبار بيشوف الأشياء اللي ما حدا بيسمع عنا بيشوف الناس على حقيقتهم على طبيعتهم بيندمج مع مجتمع مختلف وهيك أجاوب الشيء الخطر على بالي حاليا الشيء اللي غير يعني اللي أبهرني بكندا هو تصرف بعض الكنديين بحياتهم يعني في كتير من الكنديين اللي أنا شفتهم بحياتي اللي طموحهم بالحياة تطورهم أو لا يكبروا بالحياة لا يشتروا بيت كبير لا يحصلوا على فلوس أكتر لا يجيبوا أحسن موبايل لا يجددوا سيارتهم لا يجددوا الفرش لا يجيبوا لبس أحسن طموحهم بالحياة أن يساعدوا الناس أو يساعدوا بشكل عام وهي شفتها من أكتر من شخص ليس كل الكنديين بس شفتها بشكل كتير مكرر يعني حاطيكم مثال كمان هلأ خاطر على بالي يمكن إذا فكر أكتر بالموضوع هعمل فيديو ساعة بس أنه اللي موجود ببالي في شخص من فترة قريبة كان عم يخبرني أنه مستخسر يصلح سيارته كنا رايحين على مدينة تانية كنا بنركب أكتر من شخص بهاي السيارة فكان عم يخبرني أنه بسيارته ما في مكيف لأنه مستخسر ومتكاسل يروح يصلح سيارته سيارته قديمة هذا الشخص هو وعيلته عندهم غرفة بيأجروها فقط لل AA organization يعني الالكوهوليك الناس اللي عندهم مدمنين بالكحول يعني عم يحاولوا يتعالجوا من إدمان الكحول فهم هدول هاي العيلة بتأجر هاي الغرفة بسعر كتير زهيد لا هاي المنظمة لأنه يعني يمكن عليه هدول الناس يمكن عليهم وصمة عار كتير كبيرة فالناس بتخاف منهم فهن بيتطوعوا وبيقولوا لا نحن هنأجر هدول الأشخاص و هنأجر بسعر زهيد هدول الناس ممكن يأجروا هاي الغرفة لموظف مثلا ويجيه المبلغ محترم وهذا المبلغ المحترم ممكن يحطوا قرض ل يعني أقصات لسيارة ولا يغير موبايله موبايله كتير قديم فهي من الأشياء اللي تكررت أمامي انه طموحهم مو لبس وسفر ومصاري أكتر طموحهم يساعدوا الناس أو حد لفكرة هذا الشخص كمان بيتبنوا الكلاب اللي ما حدا بيحب يتبنها الكلاب الكبيرة أو الكلاب المريضة فهي كمان من الأشياء الظريفة اللي هذا الإنسان بيعملها أوكي اعمل وصفة ذاكية ومليانة سعرات حرارية لا ومشخص سعرات حرارية بالحمص والعدس مثلا يا جماعة ما هذا السؤال؟ اعمل وصفة ذاكية حاضر مليانة بروتين ومشخص سعرات نعم زرة البروتين فيها سعرات يعني لدي سعرات حرارية قليلة بالحمص والعدس مثلا وتكون سهلة أعزائينا المشاهدين تكرم عينك نستفتح الكيس الجديد كيس كمان منفرر مطربان أعبينا مطربان وتكرم عينك رح أعملك أحلى وصفة كوب من العدس سأغسله وأكيد العدس يريدها بصلي يلا منطبخ على الفيديو ماذا أرى أنا؟ فتكرم عينك رح نطبخ لك شربة عدس كيف انتقلت لكندا؟ وماذا أسهل طريقة للهجرة مع السن الكبير؟ كمان هذا السؤال يتكرر كثير أنا نفسي يكون عندي جواب صراحة يا جماعة ونفسي أساعد الناس اللي حابين يروحوا هجرة بس للأسف 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 ما عندي كل المعلومات أنا شخص طلعت هجرة أنا مش شغال بمكتب هجرة وما في إجابة واحدة على هذه الأسفل الله طلعت راحة البصل فتمنى يكون عندي إجابة بس ما عندي إجابة صراحة وكمان موضوع الهجرة يعني كل واحد وظروفه كبير صغير حتى السؤال مكتوب مع السن الكبير وصراحة لا أعرف أنا أتعامني 38 سنة طيب شو الناس اللي فوق الستين الفوق الخمسة وستين خبراتي بالشغل خبرات الناس العزابية الناس المتزوجين المتزوجين اللي عندهم أطفال المتزوجين اللي عندهم شباب مثلا يعني ممكن الحكومة تقول أن هذه العيلة أول أربعة أطفال هني أطفال لأنه تحت الـ 18 اللي فوق الـ 18 هذا اللي حاله هذا بده أوراق تاني ففي كتير كتير أشياء أنا ما لا أفقه فيها شيء فللأسف ما فيني أساعد بهذا الموضوع نفسي أساعد بس ما فيني أساعد ولا عندي إجابة بس أتوقع الشغلة الوحيدة اللي ممكن شخص يعملها اللي حابب يسافر على كندا هي كتبت كندا ما كتبت مثلا أوروبا ولا دول تانية الشغلة الوحيدة اللي بتحكي لكم إياها أنه تعلموا إنجليزي واللي بيتعلم إنجليزي يتعلم إنجليزي أكتر واللي بيعرف إنجليزي أكتر يتعلم إنجليزي أكتر خدوا كورسات تمكنوا أكتر من اللغة أنا صراحة كل الإنجليزي اللي تعلمته بالمدرسة وكل الإنجليزي اللي تعلمته بالجامعة وكل الإنجليزي اللي تعلمته بالشغل وكل الإنجليزي اللي تعلمته من أصدقائي الأجانب بالإمارات كان عندنا أصدقاء أجانب مختلف عن الإنجليزي اللي أنا عم عيشه حاليا بالأرض لما بتعيشه مع الناس اللي عم يحكوا بإنجليزي صراحة وكمان من الأشياء اللي ممكن تساعد الشخص انه اللكنة والإنجليزي تبعته تقوى انه يشتغل بمكان التعامل فيه يكون بالإنجليزي أو يكون عنده أصدقاء بيحكوا بالإنجليزي أو وانتو ماشيين بالشارع بمخكن كونه آراء بالإنجليزي يعني لما حدا يشوف مثلا باس برتقالي يحكي بالإنجليزي يقول انه هداك باس برتقالي هداك هاي شجرة مثلا مثلا أنا خطر على البالي مثلا إذا لو كانت الشجرة جافة شو بيسموها فهدا كله حيساعدكم انكم تدوروا على أسئلة والدوروا على كلمات أتوقع هاي ممكن تساعد كتير للشخص اللي حابب يجي ويندمج بالمجتمع وكمان لحتى يعبي الأوراق اللي هي بالإنجليزي يعني بدل ما حدا الشخص يجي يعبي الأوراق ويجيبو له مترجم ويحاول يترجم وممكن في بعض الأشياء يمكن هو ما يلقطع من هاي المعاملة ممكن هو بنفسه يقرأ هاي الأوراق ويعبيها بنفسه هاي اللي هذا اللي صراحة يعني أنا بيحزني بيتمنى يكون عندي كل الخبرات انه أساعد الناس بس صراحة ما عندي هل ممكن؟ هل ممكن؟ أي شي بيجي بعد هل ممكن؟ ممكن؟ هل ممكن في يوم من الأيام تبطل نباتي؟ يعني متل ما حكيت أنا أول مرة أسأل يوتيوبر بليز رد علي أي شي ممكن؟ ممكن ما هو اسمها ممكن هاي البصلة صار لساعة بيدي هاي كمان سؤال تاني فيه ممكن ممكن ترجع على سوريا بالعمل الأيام؟ ممكن خليوني يعني أجاوب عن جدد بهذا الموضوع بشكل أكبر هل ممكن أرجع على سوريا هاي السنة؟ يعني باقي خمسة شهر على هاي السنة ما بعرف أكيد لا مو هاي السنة عندي أشياء بدي أعملها هون بكندا هل السنة الجاي؟ ولا ما بعرف هل بعد عشر سنين كمان؟ ولا ما بعرف يعني ما بتعرف شكو ممكن في الظروف شكو بشتغيرات بتصير بهالدنيا بس يعني بتتمنى بأسرع وقت ممكن بأقرب وقت نعمل الزيارة على سوريا إن شاء الله ما أوسخ حالي شوفوه اوكي بالرغم إنك نباتي إلا إن وزنك زائد عم تحكوا على الوزن وأنا عم بطبخ او ماي جاد منيحة عم بطبخ شي يعتبر صحي اوكي برغم إنك نباتي إلا إن وزنك زائد اوكي هاي بدي أترك السكيني وبدي أجاوب عليها بشكل جدي وزنك زائد ايه السبب؟ شلون صار عندك كرش؟ هذا سهل تعليق ثاني كيف عندك كرش؟ وإنت متاكل لحم متاكل لحم ومقلل دهون ومتاكل سكريات صناعية هل تركت الأكل النباتي من ورانا؟ هذا السؤال بيتكرر كمان أحيانا لما بعمل أي فيديو إن شاء الله عم بعمل طبخة إن شاء الله عم بحكي أمام الكاميرا بيأتي حدا بيقول لي انت كيف نباتي وسمين هذول سؤالين مختلفين سؤال انت كيف سمين وسؤال انت كيف السمين وانت نباتي سأجاوب على هذول الأسئلة أول شي يا جماعة سؤال انك انت كيف سمين سؤال جدا شخصي مؤذي ما بيصير أي حدا هيك نشوفه على السوشال ميديا نقول له ليش انت سمين يعني متل كأنك عم تحكي له شخص انك شو هالجسم اللي انت فيه وعم تقلل من جسمي هذا الموضوع المفروض ينحكى مع دكتور تغزية او مدرب رياضة ولو الدائرة الصغيرة 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 المقرب جدا جدا من الشخص ممكن يحق لهم يحكوا بهذا الموضوع مرة بالسنة انا اصدقائي المقربين بيحكوا معي بهذا الموضوع وحتى اهلي يعني ما رحقول مرة بالسنة يمكن ثلاثة اربع مرات انه سمنان او انا ممكن اذكر لهم انه وزني زايد او كذا بس ما هذا التعليق ما بيتكرر كل يوم وهي كمان شغلة كتير مؤزية يعني كتير كتير مؤزية فما بصيب نحكي للناس ليش انت سمين لانك انت انت شخص شايفه قدامك عم يحكي بافكار وآراءه بموضوع معين وما حكى بوزنه ما جاب صيرة الوزن انت تعاميت عن هذا الموضوع كل الاشياء اللي شايفه وانت مركز على الوزن هذا الشيء كتير غلط كتير يعني انا محاول اجيب الفاظ لطيفة صراحة وبس يعني هذا الشيء كتير مؤزي وحتى للناس اللي بتنحف كمان هن بعض الاشخاص اللي بتنحف كمان بيكرهوا لما الناس بيقلولهم ان انتوا تنحفتوا صدق او لا تصدق فيكن تسألوا الناس وفيكن تدوروا علي انا بحكي لهم عن خبرة وكذا حدا شايفوا على الانترنت عم يحكي بهذا الموضوع لانه كمان لما بتجي نجي منشوف الشخص واول شي منذكره انك انت نحفان يعني يعني كأنه هاي الصفة ملازمته طول حياته بدايمن موضوع الوزن والجسم بينحكي عنه بشكل مريح يعني بشكل عام فالمفروض انه هذا الشيء ما ينحكي عنه اصلا بالمرة بس وانا عم بحكي شخص كبير عندي دائرة خاصة مساندة ومساعدة انا ممكن اشكل اصدقائي عندي اصدقاء ممكن اشكيلهم ممكن احكيلهم برتاح بالحكي معهم عندي مبلغ مالي انه لو بدي اروح على دكتور نفسي لو انه هذا الشيء كتير مقزمني ممكن اروح على دكتور نفسي عندي مبلغ مالي مثلا اروح على نادي ممكن يعني عندي بعض المقومات اللي تخليني انا اتعامل مع هي التعليقات كيف لو حدا ما عنده كلها العوامل هاي وعم يتعرض لهي التعليقات هتكون مدمرة مدمرة وطبعا يعني لما الناس بتحب تحكي هاي التعليقات للاطفال انا ما بعرف كيف الناس بتفكر انه بحق الله تقول للطفل انت سمنان او انت سمين لطفل عمره خمس سنين عشر سنين وهو اصلا الطفل بيتغير جسمه تلات ربع مرات بالسنة يعني بيطول وبيسمن وبيبنحف الموضوع يعني بعتذر انقطع التصوير فجأة فصار عطل الفني رايح احط البصل على الغاز وارجع الكون واجاوب اكمل على اجابة هذا السؤال طيب الجزء الثاني من السؤال ليش فيه نباتي وعنده زيادة وزن الشخص الثاني اللي سأل السؤال عم يقول انت ما تاكل دهون وتاكل سكيرات انا باكل دهون وباكل سكريات وباكل سكريات صناعية كمان فالجواب عدد الكالوريات اللي عم بستهلكها اكثر من عدد الكالوريات اللي عم حرقها بهالبساطة الشخص ممكن يأكل دهون نباتية سكريات حتهية حتكون نباتية نفس الوجبة نفسها حتى لو كانت صحية لو كانت بكمية اكبر حتعمل زيادة وزن في الف شغلة نباتية كمان ممكن تتزود الوزن فنباتي مو يعني نحيف بهالبساطة ليش انا عم باكل شغلات اكثر من طاقتي ما بعرف او يمكن هدر لي فيديو ثاني طيب ليش ما بتنزل فيديوهات من فيديوهات من فترة صراحة وهم الكمالية التسويف وكتير شغلات فيها يسن تفرج على الفيديوهات القديمة مئة مرة قلب في شغلة بتصير هون ما بعرف اذا هتزبط معي شكرا لانك او لانك عم تتفرج على الفيديوهات القديمة خاصة فيديو يوغا الصمت عشان بتعرض افكار مميزة جميلة شكرا كتير لكم شكرا كتير ما بعرف اذا كمان بتزبط هيك والله بتزبط والله بتزبط يلعن يا الله اه صفتت شكرا زواج النباتي من غير النباتي يسبب له أمراض الله هو أكبر زواج النباتي من غير النباتي يسبب له أمراض من خلال العلاقة الزوجية أنا أنسحب لأنها وصفتني بعدم التهزيب إلغي رحلتي ما هذا الكلام الكثير زواج النباتي من غير النباتي يسبب له أمراض يعني غلط لا ومن خلال العلاقة الزوجية لو سمحت هذا أو لو سمحت لا أعرف هذا قناة محترمي لا أعرف كيف أجاوب على هذا السؤال لكن لا أتمنى أن تكون مبسوط بكندا كثير حلو هذا السؤال وهناك أيضا سؤال آخر هناك أحد يكاتب لي سعيد بكندا لا أعرف من سعيد لا أعرف لماذا سعيد يأتي على كندا وأهلا وسهلا بسعيد سعيد أنا ضريف طب ثواني لكن دعني أن أعرف إذا هلا ساعة كذا فبعد ربع ساعة لكن سأكشف على الطنجرة طيب هل أنا سعيد بكندا هل أنا مبسوط بكندا هل سؤالين بحسن نفس الشي فأجاوب عليهم مرة واحدة كلمة سعيد بتحسسني أنه أنا وصلت على لالالند وصلت على الأرض الفاضلة خلصت وأنا دايما هيك وجهي مشكوك من الفرحة وأنا دايما فرحان كثير لا في تحديات كثير في مصاعب كثير في مواجهة يعني تحديات مو بس كثيرة كمان تحديات جديدة علي فالموضوع مو سهل ولكن في احساس بالامتنان موجود حولي وحولي بشكل دائم وبشكل يومي يعني أنا خلال السنتين اللي اجيت فيها على كندا يوميا يوميا أول ما بصح من النوم أول فكرة بتجي على مخي يس أنا بي كندا حتى لو كان يومي مو حلو حتى لو كان يومي في مصاعب حتى لو كان يومي في مشاكل بيظل هذا الاحساس موجود بس وأنا مكتب بحب يعني أجاوب على أسالة كندا لأنه لما بحكي عن البلد أنه منيحة في ناس بعض الناس بتفكر بشكل تلقاي أنه البلدان الثانية مو منيحة فيعني بصير الواحد بده يفسر كتير وخلص أنا هلا هذا الاحساس اللي حاسسه هل أنت غيمر؟ غيمر يعني قشطة؟ ايه أنا غيمر إذا غيمر قشطة نعم قشطة إذا غيمر ألعاب للأسف لا ونفسي أتعلم يعني يعني أنه يكون عندي لعبة معينة وأظل أتدرب عليها عم بتطلع الطنجرة كمان مرة بس لا ما عندي يعني يمكن آخر لعبة لعبتها بشكل حقيقي كانت بلاي ستيشن 1 وكانت لعبة جاكي شان وكان يمكن أصلا نازل بلاي ستيشن 2 و3 بس كان عندنا بلاي ستيشن 1 بلعب شطرنج بشكل يومي تقريبا لا يعرف إذا هي ممكن تنعب يعني هي بورد جايم بلعب شطرنج وبلعب بالشطرنج المباريات الدقيقة يعني تك 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 ومستعد ألعب مع شخصين بنفس الوقت ووحدة من الأشياء اللي حابب أني أتطور فيها هي لعبة الشطرنج هل عائلتك كانت نباتية؟ والله أنا سامع أمي عم تضحك على هذا السؤال وفي سؤال ثاني يشبهه أنت انولدت بعائلة نباتية وتعاششت مع الأكل النباتي للأسف ليس للأسف يعني هني حرين بس ولا أحد من أهلي نباتي وطبعا إذا بتسألوا أهلي هل أنتو نباتيين هيحكو لكم أنه إيه والله نحنا من أسبوع طبخنا مجدرة أوكي شو أكلتو بهذا اليوم؟ بنفس اليوم يعني ما راح أقول من الأسبوع له هلأ شو أكلتو؟ يعني والله حدا ضيفنا كنافي بالجبنة وحدا عزمنا على شهورما وبعدين كان في طبخة كافتة من اليوم الماضي أكلنا يعني الموضوع لا ولا حدا من أهلي نباتي هني بيأكلوا أكلاتهم وأنا بأكل أكلاتي وبيضبخولي الأكلات اللي بحبه وأنا مش تقلون كثير لأهلي صغير من فترة نشرت أنك عم تحضر كورس صناعة محتوى شو صار فيه؟ هذا الموضوع كتير مزعج لماذا شجم على أنه أنا عندي الخبرة وعندي الأشياء اللي بدي حكيها بكورس صناعة المحتوى بس الواحد أنه يعمل كورس هدا هاي لحالة مهارة تانية كيف الواحد يسوق للكورس كمان مهارات تانية أنا لا أفقه فيها عم حاول أتعلمها هحط لكم شوية روابط يعني علشان كيف اللي المهتم ينضم لكورس صناعة المحتوى يعرف شو أخبار هذا الكورس بس صراحة لسه ما اشتغلت عليه متل ما أحب بحكي لكم الخبرة موجودة والحكي عندي بس الطريقة كيف الناس بتعمل كورسات ما بعرفها هل الأكل النباتي مناسب لكل شخص؟ أتكلم من الناحية الجسدية ما في أي منظمة صحية حكت أنه الأكل النباتي الفيغان غير صحي نقطة انتهى أنا عم بحكي على علم عم بحكي على منظمات صحية عم بحكي على منظمات عالمية ما في حدا عم يقول أن الأكل النباتي غير صحي للكبار والصغار والحوامل هاي نقطة لو شخص حاسس جسمه بحاجة لحم هذا يعني نقاش ثاني او لو شخص مشتهي اللحم هاي كلها أعزار مو أعزار يعني أسباب مو منطقيه بالنسبة لي بس يعني كيف بدي أحكي لكم مو مقبولي بالنسبة لي بس هي منطقيه خلص واحد حاسس أنه جسمه ببدو لحم أنا عندي إجابة على هذا السؤال هدا مشتهي اللحم كمان عندي إجابة على هاي السؤال بس بحسة هاي من الخيارات اللي خلص لما الواحد بيحكيها خلاص يعني ش بدي يحكيله هو مشتهي اللحم بس عندي كمان تعليقه لهذا الموضوع إنه لما شخص بيقول أنا حاسس جسمي بده لحم أو لما حدا بيقول أنا مش تهي اللحم هل أنت لما جسمك بتحس إنه بدك لحم فأنت فجرة بتصير بتأكل اللحم الأحمر والجاج والسمك والبيض والجبني وكل الأشياء يعني حتى لو حدا مقتنع إنه جسمه بحاجة لحم ما أتوقع حيكون بهالكمية الكتير كبيرة من اللحوم والمشتقات الحيوانات اللي نحن عم نستهلكها بشكل كتير كبير بهاي الفترة أنا عم بحكي بشكل عام ما عم بحكي بشكل خاص ولا عم وجه يعني حكي لهذا الشخص بس يعني فيه تخبيص كتير كبير عم يصير بصناعة اللحوم وكمان يعني أحيانا منلاقي بنفس الوجبة مشارك فيها ما شاء الله ثلاثة أربعة خمس أنواع من الحيوانات وهذا الشي تخبيص يا أخي الفراشي بيضه يا أخي ممكن سؤال ممكن سؤال هو سؤال فهذا سؤال الثاني ليه ما تحلق شعرك الطويل صدقني لو حلقته ورتبته بزيد عندك نسبة المشاهدات يعني أنا إذا حلقت شعري بزيد نسبة مشاهدات بالذات لو عملت حلقة كويسا والله يعني يعني الموضوع مو ببالي حاليا إنه أحلق شعري ولا أخلي طويل فخلي يعني إن شاء الله بالأيام شعري بيخف بيطع لي صلعة بي بسبب جيناد بسبب العمر بسبب كذا حأخسر الشعر فخليني هلأ مستمتع بالمو مستمتع يعني مو ببالي حاليا أني أقص شعري وما أعرف هل ستزداد نسبة المشاهدات أنا متوقع في ناس بتقول إنه عندي نسبة مشاهدات أعلى لأنه شعري طويل فموضوع اختلف فيه السبسكرايبرز ماذا السبب إنك أصبحت شخص نباتي وفيه سؤال ثاني ليش توقفت عن أكل اللحوم؟ عندي إجابة وعندي إجابات كثير وممكن أحكي عن هذا الموضوع لمدة ساعات وعندي ألف سبب صراحة غير إنه سبب واحد حكيت عن بعض الأشياء موجودة بفيديوهاتي الموجودة على اليوتيوب عندي نفسي أعمل سلسلة من الفيديوهات اللي أحكي فيها الألف سبب هذا حاليا ما فيني أختصر هاي الإجابات كلها بكام ثاني ولا بمسج واحدة اللي فيني أأكد للكون عليه إنه ممكن تكون سلسلة فيديوهات وإنه ما حتكون لطيفة ولا مريحة للكل فمشان هيك يمكن عم أجل الموضوع مبارف طيب سواني تقريبا الشربة جهزت بس ما جعب لي أكله حاليا يعني طبخت وأكلت وكل شيء بالفيديو واحد طمطس ناوي ترجع للإمارات كمان نفس الأسئلة هي ممكن أوه هذا صديقنا العزيز ممكن أرجع للإمارات يعني خليني أخصص الموضوع أكثر هل سأرجع للإمارات هذه السنة باقي على السنة خمسة شهور لا أتوقع هل ممكن أرجع للإمارات سن جاي ممكن يعني أي شيء ممكن صراحة دعوني أفكر هيك بإجابة حتى لو أنا حستقر بأي بلد غير الإمارات أتوقع رح أظل أحب يكون عندي زيارات متكررة للإمارات يعني بلد عشت فيها أكثر من 30 سنة تربيت وعشت ودرست وعندي أصدقاء ومعارف وحياة وتواصل مع البلد نفسها يعني أنا كمان لما كنت أسافر سياحة على بلدان ثانية بعد عشرة أيام أسبوعين من السفر هيك وطلعة والفوت والفنادق وكل هالأشياء كنت دائما أحس أنه أحكي بقلبي نفسي أرجع على دبي بدي أرجع للإمارات يعني هذا كانت البلد اللي أنا أحب أرجع له فأكيد هذا الإحساس سيظل متواصل حتى لو أنا كنت مستقر ببلدان ثانية شنو شعورك وفي ناس مو نباتية بس تشتهي من أكلك الطيب ما بعث لشان بحكي الموضوع بالعراقي وتحب تتابعك منهم آني آه آني أحب قناتك كلش طلع عراقي ويا رب تشوف كلامي يستمر نحو الأفضل كمان نعمل له قلب مش عارف إذا حيطلع ولا مش حيطلع طلع القلب كمان في هيك وفي هيك مالذي انظر كمان في بالونة في بالونات والله سواني لو فعلا بتحبيني اسمع مني التيريريري هذا قناة محترمة وانا ما بحب هذا الكلام التبع التكتوك والأشياء ما يعني لو فعلا بتحبيني اسمع مني التيريريري تيريريري تيريري ما هو مجال عملك وهذا قد استثمرت مرة وإذا استثمرت كم أكبر عائد جاك ولا مرة استثمرت ولا مرة أفكر بالاستثمار بصراحة هذا موضوع الاستثمار فيه كثير كذب وخداع ولعب بهذا المجال وسرقة بكل صراحة يعني أعطوني شخص عربي بيحكي بالاستثمار بذم وضمير ما فيه يعني شو هي يعني بتذكر يمكن يمكن ماركيز التبع مكي بي اتش جي عم يحكي على الاستثمار عم يقول انه شو هي الشغلة اللي انت ما بتعرف تعمل فيها اي شي غير انك تكسب مصاري يعني ما فيه ما بتحصل على اي خبرة ولا فيك تتطور فيها غير انك تعمل مصاري شو لونك المفضل حاليا الكحلي يمكن بالعادي الازرق حاليا الكحلي بحسه هيك شوي فخم أنا نباتي لفترة لست مهتما بالحيوانات ولكن أرر نظام النباتي نظام جميل لكن الغازات ومشاكل العظام بعض الاسئلة اللي عم تنسأل بدي اجابة عشر دقائق فاختصر بالموضوع وهحكي بشكل عفوي واللي بيخطر على بالي حاليا بخصوص الغازات الغازات شيء طبيعي بجسم الانسان حاليا مجتمعيا الموضوع غير مقبول اجتماعيا انه الواحد يطلع الغازات فصارت الموضوع فصارت الناس تهرب من الأشياء اللي بتعمل الغازات بس هي يعني كأساس الغازات شيء طبيعي بالجسم والانتفاخ اللي بيصير بعد الأكل شيء طبيعي صار هلق نحنا عنا إذا حدا عنده انتفاخ شوي بيحس انه لازم يخفف أكل ولا لازم يأكل أكلات معينة ولا لازم يعني يشتغل على هذا الانتفاخ اللي هو كتير طبيعي هاي شغلة شغلة ثانية الغازات ممكن كثرة تشرب المي ممكن تعمل الغازات النقع البقوليات يعني الواحد لما ينقع البقوليات لازم يرمي المي اللي نقع فيها البقوليات كمان هي لأنه بتعمل الغازات المضغ بالأكل يمكن هذا من أكتر الأشياء اللي ممكن تسبب تسبب غازات المضغ يعني وحتى الأكل بسرعة ما عندي أي أشياء تانية إذا في الموضوع كتير كبير الواحد بيروح بيشوف دكتور لأنه أتوقع فيه أنزيم يبينبع بالصيدلية ممكن يساعد على الغازات بس يعني شوفوا هذا الموضوع مع دكتور أكيد وبنفس السؤال فيه كمان مشاكل العظام ما في مشاكل العظام عند النباتيين الأشياء اللي أنا بقلكم عليها يعني بحكيها هيك بالبنط العريض هي أنا متأكد منها علمياً ما حدا يقلي كالسيوم وحليب وهل لأنه هي كمان إلى بده عشر دقائق حكي بس ما في مشاكل العظام عند النباتيين نقطة انتهى نقطة انتهى يعني يعني في واحد فيه مناقشني بليها بس ما يناقشني بحكي أي شيء وبأي كلام لأنه أنا عم بحكيك من منطلق علمي من منطلق أبحاث خلينا نحكي بهذا المستوى ما تحكي لي بأنه لا وشو عم تحكي وانت شو عم تخبص وكل هالأشياء عملنا محتويات مثل الزمان غير الأكل انت انسان مليان إبداعات بالونات 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 اه انت انسان مليان إبداعات ما لها دخل بكونك نباتي وخلص حصاروك بهاي الصفة بشكل مزعج رجع واحد ثاني بوقت ثاني كاتب لي إذا ممكن تكتر من فيديوهات النظام النباتي من نصائح ووجبات وليش ما تنزل فيديوهات صار لك شور يعني واحد بده واحد ما بده يعني اشوفوا أنا مخطط انزل فيديوهات من نوع لما احس انه في شي نباتي بدي احكي بخصوص الأكل النباتي هحمله هحمله وإذا شي تاني كمان هعمل أشياء تانية برهوم مرة قلت لنا قبل ثلاثة سنين انك رح تعمل شرح مفصل عن الصيام المتقطع ما بتذكر صراحة انا عملت فيديو عند تجربة صيام المتقطع موارف شو الشرح المفصل وليومك بتحكي لنا وليومك بتحكي لنا وانت لسه ملتزم وانت لسه ملتزم بصيام ال 20 ساعة لا ماني ملتزم بصيام ال 20 ساعة من ثلاثة سنين موارف لما عملت هذا الفيديو كررت الصيام ال 20 ساعة لشهور يعني اعمله كم شهر بعدين أوقف أعمله كم شهر وأوقف كان نظام جداً مريح بالنسبة لي هذه السنة ولا مرة عملتي مكان صيام متقطع ومع مخطط أعمل صيام متقطع بس أتوقع يعني يعني هي شغلة مو الواحد بعمله وما بعمله يعني حتى لو أنا ما عم بعمله فأنا تعلمت من هي التجربة بحس أنه على الأقل يكون في 13 ساعة بين أخ آخر وجبة وأول وجبة هذا بريحني بشكل شخصي وأنا مستعد يعني حسب اليوم حسب ألف شغلية بس ماني ملتزم أنه يومياً يومياً هل بتحبوا أعملكم فيديو مثل المعايرة الذاتية الأشياء اللي حكيتها أنا بفيديوهاتي الماضية أرجع أخبركم أنه هل يا جماعة هل أنا ملتزم بهذا الشيء ولا لا أنا ما عندي مشكلة ما بخجل من أنه جربت تجربة ونجحت معي وعملت له فيديو بس أنه مرق ثلاثة أربعة خمسة سنين على هذا الفيديو ممكن يكون عند الناس أسئلين هل أنه بعد من القصة ما يشغالي أم لا وإذا إيه إيه وإذا لا لا يعني أنا مستعد أعمل هذا الفيديو إذا أنتم حابين ماذا تحس لما ترى الناس يعملوا باربيكيو ويأكلوا شاورمة توقع هذاك مثل سؤال الشاورمة فأنت شاورمة يعني كثير أخدي من تفكيركم ويتلززوا وإنت ما تقدر تعكلهم لأنني أنا نباتية أكثر من 6 سنين متعبت كثير أول شيء أتمنى أنك متتعبي كثير ثاني شيء أتمنى أن يكون عندك عائلة أو الأصدقاء وكذا لا يحسوا سوكي بهذا التعب لأنه حاسس أنه فيه ضغط مجتمعي أكثر من أنه مبعف هيك أنا هيك حاسس صراحة لما ترى عالم عمياء له باربيكيو ويأكل شاملوس يا جمعة أنا معظم أصدقائي وعائلتي مانوا النباتيين وأنا بعرف كيف شكل اللحم ومجرب اللحم من زمان فلما نأسب تأكل أمامي لحم ما أحس بشيء؟ ما أريد أن أحس؟ إذا أحد مثلاً يكره الشاي وحدا أمامي يشرب الشاي إذا أحد أمامي يشرب الشاي، ما أريد أن أحس؟ لا أريد أن أحس بشيء وما أحب حب أحسس الناس يعني صراحةً لا أحس ولا أريد أن الناس الناس تفكر أنه أنا أحس بس أنا لا أحس لا أعرف إذا لم يوضع وصلكم انت نباتي كيف لا أأكل شاورما؟ يا الله هذه الشاورما التي تشغلون بالكم فيها أسوأ نوع لحم مغطى بعشرين نوع بهارات عشان نغطي على طعم الزنخة وعشان نغطي على طعم اللحم السيء مطبوخة بأسوأ طريق الطبخ هاي فكرة أنه نحط اللحم على الصاج وهذا الصاج يظل يلف وهي اللحمة من جوه يعني من جوه السيخ تكون بحرارة دافية لفترات طويلة هاي بتسمم اقرأوا عنها هون حتى بكندا أنا مرة قرأت واحدة من المقالات أنه ما بيخله السيخ أكثر من أربع ساعات وفيه شيف مشهور كتير فتح مطعم حكى أنه ما بيعمل الشاورما على السيخ لأنه بتزنخ هاي الكلمة مو موجودة عند الأكل النباتي وبيعمل الشاورما على الصاج فأسوأ نوع لحم مغطى بعشرين بهار ومنتج نباتي مطبوخ بأسوأ طريق الطبخ وكمان مغلف بأشياء نباتية اللي هي الخبز البطاطا التومل وكل هالأشياء فأنا بيحزني لما شخص بيحكي عن الشاورما وكأنه هي أعظم شغلي بالدنيا وما بحب أجاوب لأنه إذا في حدا حاسب حابب الشاورما صحه هنا على قلبك كل اللي بدك إياه ولكن أنا بعرف أنه الشخص اللي بيشوف الشاورما أطيب نوع لحم فهو يعني ما بعرف يعني معقول ما نشايف أنواع لحم تانية أغلى وأطيب حسب الأكلين اللحوم هذا التعليق بيتكرر كتير بكل الفيديوهات حتى الفيديوهات اللي ما بيحكي فيها عن الأكل النباتي فيه ناس بتقلي والشاورما وشوف الشاورما وبيحطولي صور شاورما هذا بيثبتلنا نظرية أنه أحيانا الناس ممكن تاكل لحم علشان هي من الطبقة الوسطى وحاب تتشبه بالطبقة الغنية اللي هني عم يأكله لحم كتير بنفسك تاكل لحمة وتبطل نباتي؟ لا بس أنا بنفسي أروح على مطعم وألاقي أكتر من منتج نباتي على المنيوم بنفسي لما أروح أطلب أكل نباتي أو مثلا أطلب قهوة بحليب نباتي ما يكون فيه الضريب النباتي إنه لأنك أنت طلبت شيء نباتي فحنزود نص دولار دولار وهي موجودة بكل العالم منسميه نحن الضريب النباتي بهمني إنه ما ضروري إقرأ كتير على العلب والمنتجات علشان أشوف إذا فيها منتجات حيوانية بتمنى ما يكون فيه كتير تعليقات وتنمر على النباتيين بتمنى في الاجتماعات اللي ما بيكون فيه مثلا عشر أشخاص كلهم عم يأكلوا لحمة وأنا الشخص الوحيد اللي ما عم باكل لحمة ما ينفتح هذا الموضوع ولا حدا يسألني عن الأكل النباتي باللحظة للناس عشر أشخاص واللغ عشرين شخص عم يأكلوا لحم حوالي لأنه أنا عندي إجابة بس إجابتي ممكن تزعج الناس اللي عم يأكلوا لحم حاليا وانا ما بحف أزعج العالم وخاصة وهني عم يأكلوا لحم صدق أو لا تصدق فبتمنى كل هالأشياء وبتمنى كمان الفيغن الفلسفة النباتية تتعدى موضوع الأكل ما بنروح على السيرك ما بنركب أحصنية ومن هالأشياء فبجانب الأكل بتمنى يكون فيه عيون رحيمي أكتر على الحيوانات يعني لما بشوف شخص جاي بقرد من أدغال أفريقيا وحاططوا عنده بالبيت وفيلا علشان يصور فيديوهات وينشرح على التيك توك طب هذا القرد بطبيعته ما نوع من الحيوانات الأليفة اللي بتعيش بالمدينة مثل القطط والكلاب ولا من المواشي مثلا اللي بتعيش مثلا جنبنا بالبيت هاي هاي الحيوانات بيكون عندها بيئة مختلفة بتعيش بمجموعات انت سرقت هذا الحيوان هو طفل طبعا وسرقت عيلته كله يعني بالعادة بيجيبوا عشر قرود بيموت البعض أثناء النقل لحتى انت يوصلك هذا القرد اللي أصلا بيتعامل يعني بمعاملة كتير سيئة عشان انت تعيشوا عندك بالبيت وعشان بس يكون عندك فولوورز ويتصور فيديوهات كتير حلوة ونفس الشي بالأسود والنمور اللي بتنجاب من بيئتها هاي الحيوانات يا جماعة جسمها متعود على نوع تراب معين نوع يعني هوى معين طبيعة معينة بتاكل أكل معين ببيئتها الخاصة بتركض بتتمشى عندها الأدغال كلها بتتمشى وممكن تركض توصل سرعتها لخمسين كيلو متر بالساعة اتوقع سرعة الأسد خمسين كيلو متر بالساعة فنحنا منجيب هاد الحيوان من كل هالبيئة ومنحطو عنا ببيتنا او بفلا او ببيت كبير ومنقول يلا تعالوا نصور اتمنى يكون في عيون رحيمي قادرة تشوف انه هذا إجرام والحيوانات يعني مانا محتوى ولا للتسلية ولا حتى نجيب مشاهدات يعني انا فيه كثير ممكن احكي عن هذا الموضوع طبعا هذا غير انه بيقصولهم الأضافر والخوالب علشان ما تجرح لانه حيوان حتى لهو عم يلعب معك وعملك هيك ممكن يجرحك بيقصو الخوالب بيشيلوا الأسنان بيشيلوا الأنياب علشان هيك بتشوفوا كثير من هاي المقالب تبع انه واحد فلت نمر على شخص بينطوا عليه النمر وبيتفشوا كذا وهذاك بيسحبوا بس ما بيأذي ليش؟ فكروا فيها واطلعوا على الموضوع من ناحية رحمة ناحية الحيوان وحتعرفوا يعني كل الأشياء اللي انا حابب احكيها الفيديو سيصار نحكي فيه مواضيع جدية وطويلة عندك هوايات ما بنعرفها نعم مريت بضائقة نفسية السن الماضية فكنت عم حاول اشتت نفسي وحتى الدكتور نفسي كان يحكي لي انه انه هاي الأشياء اللي عملها منيحة فكنت حاول يعني عامل هوايات مختلفة فعملت هاي والله انا عملتها بييدي بس كانت هيا الرسمة الموجودة عليها انا بس خيطت سلتني نوعا ما من بالكي منحطها هوا كم اخ واخت عندك عندي اختين واخين ومشتقلون كتير لاني صار لسنتين ما شفت اهلي هاي طلع القلب هذا كان الفيديو لليون فازا اتمنى يكون اعجبكم يعني خليني انا نعتبر هذا الفيديو هاككا ستسخين للفيديوهات اللي جاية اعملوا سبسكرايب اعملوا لايك اذا اجابكم الفيديو وان شالله حمل فيديوهات اكتر بالايام الجاية ان شالله انا هاد المخطط له لنشوف بيصير ويمكن طولت شوي كمعان بعتزر كتير اذا طولت وبشوفكم بفيديو تاني نعمل الوحاية واحدة تانية اضعوا ايدكم هون سلام كنت بدي اضيف انه عمدوق الشوربة اللي عملتو طلعت كتير طيبة بس متل ما حكيت الشوربة البصل للشوربة لازم يتقطع قطع مفروم ناعم موش رائح بس يعني طلعت منيحة خلاص باي